اختبار سرعة شحن وتفريغ البطارية اهلا بكم في قناة عرف فون معنا جالكسي نوت 10 بلس هنام علي اختبارات لسرعة شحن وتفريغ البطارية بخمس طرق مختلفة بس الاول عايزك تعرف ان الفيديو ده اخد مني حوالي اسبوع كامل في التصوير والمونتاج وغيره وحضرتك تيجي في الاخر تشوفه في عشر دقايق يا بيه يا محترم انت وهو بدون شك انتوا تستهلوا الواحد هتعب عشانكم اكتر من كده خلينا نبتدي الاختبار علشان بس نبقى عارفين الظروف اللي هنبتدي فيها العملية كلها احنا بنشحنه تقريبا من الصفرة حول وصلها الواحد في المية وهنا ما عنديش واي فاي شغال وكمان قافل البيانات فبس مجرد اني حاطت شريحتين فيه شريحتين موجودين في الجهاز وهنشحنه بالوضع ده ان هو بس مجرد شريحتين موجودين وسطوع الشاشة هنعمله تلقائي سطوع الشاشة التكايفي وضوح الشاشة كمان من هنا عمله على فل اتش دي بلاس فكرة اني قافلت البيانات والواي فاي اثناء الشحن فقط بس علشان مش حابب حد يقطع علي الفيديو ولكن اثناء التفريغ طبعا هنشغلهم بدون شك الاختبارات اللي هنعملها سرعة شحن الجهاز بالشاحن الاصلي اللي جاي معاه في العلبة نعرف هيشحن في وقت قد ايه وبعدين هنجرب نصور فيديو نشوف الفيديو في خلال ربع ساعة يستهلك من البطارية قد ايه وهنشغل فيلم فيديو لمدة ربع ساعة تانية نشوف تشغيل فيديو لمدة ربع ساعة يستهلك من البطارية قد ايه وهنلعب بابجي برضو لمدة ربع ساعة نعرف في خلال ربع ساعة بابجي هتستهلك من البطارية قد ايه وبعدين هنرجع الموبايل كامل مية في المية هنشحنه مرة تانية مية في المية ونستخدمه يوم كامل استخدام طبيعي جدا نشوفه خلال يوم طبيعي هيستهلك من البطارية ده الشاحن اللي انا هستعمله هو الشاحن اللي جاي مع الجهاز اللي فعل بت الجهاز نفسه طيب الساعة دلوقتي 25 ديئة بالضبط والبطارية تقريبا 2% او نقدر نقول في نهاية الـ 2% ممكن تبقى واحد طيب ونبتدي دلوقتي نوصل الشاحن بتاع الجهاز طيب زي ما قولنا الساعة دلوقتي 25 ديئة هنقعد نشحن الجهاز وفي الاخر نشوف الوقت اللي احتاجه قد ايه طبعا هنقفل الشاشة لان مش هنستعمل الجهاز اثناء الشاحن فهتكون الشاشة مغلقة بالشكل ده وهيكون بس معنا في الوضع بتاع الـ هنا هنا ممكن نراقب قوة الشاحن بس هي هتكون مش باينة قوي بس عموما من تحت ممكن نعرف انها غصلت لمية في المية علشان الفيديو طبعا ما يكونش ممل انا سرعت الفيديو ده المقطع ده سرعته لدرجة كبيرة جدا وكمان علشان المصداقية انا خدت الجزء اللي عليت ده الى الخضرة ده كبرته على اليسار علشان تبقى شايف نسبة الشحن فعليا مصلت لكام والساعة واضحة قدامك على شاشة الجهاز طبعا كله بيعد بسرعة جدا لاني سرعت المقطع ده لدرجة كبيرة ولكن علشان المصداقية نسبة الشحن بينه قدامك وكمان الساعة بينا قدامك بعد ساعة بالضبط الساعة دلوقتي 26 دقيقة الشحن 99% احنا كنا بتدينا من 25 دقيقة كده كمان وصل لمية في المية احنا كنا بتدينا والموبايل كان 2% يعني خد ساعة ودقيقة من 2% نقدر نقول رخامة كده ان هو بياخد ساعة بالضبط طيب ده كده كان الاختبار الاول لمدة الشحن نبتدي من دلوقتي اختبارات التفريغ طيب اول حاجة في اختبارات التفريغ دلوقتي انا لسه هفك الشاحن دلوقتي حالا فهو دلوقتي 100% واحنا تقريبا على 25 دقيقة اول حاجة في اختبارات كده خلاص فكت الشاحن اللون هنا بقى لونه جري او رمادي هنشغل كاملة الفيديو لمدة 15 دقيقة ونشوف خلال الـ 15 دقيقة هو استهلك بطارية قد ايه بالتصوير بكامرة الفيديو طيب كده خلاص احنا وصلنا 25 والبطارية 100% نبتدي تصوير الفيديو فكده ابتدينا تصوير الفيديو وبعد 15 دقيقة نقدر نشوف البطارية توصل قد ايه برضو علشان الفيديو ما يكونش ممل فانا سرعت الـ 15 دقيقة دي لدرجة كبيرة جدا والجزء اللي فيه الوقت او العداد اللي بيعدك اللي عليه الدائرة الخضر ده انا كبرته فوق على اليسار علشان تشوف الوقت وهو شغل طيب يعني كده وصلنا تقريبا لـ 15 دقيقة طيب فعلا احنا خدنا 15 دقيقة في الفيديو من 25 الى 40 والبطارية استهلكت بالضبط 5% في تصوير 15 دقيقة بكامرة الفيديو هنكمل الاختبار البطارية حاليا 94% والدقائي 41 هنشغل فيديو لمدة 15 دقيقة نشوف تشغيل فيديو لمدة 15 دقيقة هيستهلك قد ايه من البطارية البطارية 94% والدقائي 41 دقيقة نبتدي نشغل الفيديو الصوت على اعلى حاجة كده 15 والاضاءة كمان على اعلى حاجة ونفس الفكرة برضو هصرع الربع ساعة دي لدرجة كبيرة جدا والجزء اللي بين فيه نسبة البطارية والساعة اللي هو اللي على يمين الشاشة في الاعلى ده انا كبرته على اليسار علشان تبقى شايف الوقت يعني اعتقد كده يمكن كملنا الربع ساعة فعلا 56 دقيقة فكده احنا كملنا ربع ساعة البطارية من 94% الى 88% يعني حوالي 6% في الفيديو في ربع ساعة طيب الساعة دلوقتي 57 دقيقة والبطارية 88% هنجرب لعبة بابجي على اساس انها اكتر لعبة بتستهلك من البطارية طيب انا بس قصيت من الفيديو الجزء اللي فيه لعبة بابجي بتبتدي علشان يعني ملوش اي قيمة حاجة تاني مهمة بالنسبة لعبة بابجي في الرسومات انا اعملها على فائق وعلى HDR هي دي اعلى حاجة كانت متاحة في لعبة بابجي مفروض طبعا انه جهاز بالشاشة بالحجم ده يكون مناسب جدا للجيمز ولكن اختبار البطارية هو اللي هيبين طبعا قدرة الجهاز هنتبع نفس الاسلوب علشان الفيديو ما يكونش ممل لانها ماشي الربع ساعة دي بدرجة كبيرة جدا بس للاسف مافيش اي عدد او وقت علشان اثبتلك ان دي ربع ساعة فائلة وصلنا لي سبعة وحداشر دقيقة من ستة وستة وخمسين دقيقة يعني ربع ساعة بالضبط في بابجي البطارية كانت 88% الآن 83% يعني 5% استعلاكتهم لعبة بابجي في ربع ساعة يعني لو هتلعب جيم الجيم تالي يأخده 30 دقيقة اعتقد 30 دقيقة يبقى هاخد تقريبا 10% من البطارية الآن 82% طيب الاختبار الاخير استخدام الموبايل يوم بالكامل استخدام عادي الساعة دلوقتي 9 صباحا والبطارية 100% وانا موصل هنا كابل الشح فانا هفك الكابل على الساعة 9 بالضبط والبطارية 100% واستعمل الموبايل يوم بالكامل استخدام طبيعي جدا الظروف اللي هستعمل فيها الموبايل انه فيه شريحتين موبايل الاضاء على الوضع التلقائي او التكيفي وكمان مشغل شريحة البيانات مشغل الداة مشغل انترنت عن طريق الداة ومش هستعمل الواي فاي غالبا او هستعمله جزئيا هنشوف في اخر الفيديو الساعة دلوقتي 9 نفس الكابل الشح وهنكمل طبعا اللون هنا بقى جري وهنكمل الفيديو بالوضع ده هستعمل الموبايل يوم بالكامل واجيلكم في اخر اليوم لما استعملت الموبايل استعمالي الطبيعي بعد مرور 10 ساعات الساعة دلوقتي 7 بي ام ابتدينا تفريغ البطارية من الساعة 9 اي ام البطارية حاليا 5% بعد مرور 10 ساعات انا بصور حتى الفيديو ده في عربيتي يعني حتى ملحقتش اجهز مكان جيد علشان اصور فيه لو رحنا لاستهلاك البطارية عندي هنلاقي انه الشاشة استهلكت 5 ساعات يعني كنت فاتح الشاشة لمدة 5 ساعات من العشرة معناها ان كنت بستعلك الجهاز استهلاك يعني مش بسيط لعبت كمان احد الجيمز لمدة اكتر من نص ساعة وفيسبوك ومسنجر وغيره يعني كنت بستعلك الجهاز طبيعي جدا جالي مجموع مكالمات ما يعادل يمكن من 30 ل 40 دقيقة مكالمات يعني ونلاحظ انه البطارية بتاع الجهاز من 10 ساعات كانت بتتفرغ وباين فوق كمان انه باقي 24 دقيقة ممكن كمان الجهاز يستمرهم اكتر من كده بال5% اللي باقيه يعني نقدر نقول انه بطارية الجهاز علشان توصل لصفر بتاخد من 10 ل 10 ساعات ونص بالاستخدام الطبيعي متضمن مكالماتك ومتضمن جيمز خفيف لاحظ انه وضع البطارية انا كنت عامله على الاوبتمايزد مشغل شريحتين استهلكت انترنت حوالي 4.5 جيجا خلال اليوم يعني كنت بستعلك الانترنت كمان استهلاك مش بسيط البيانات كانت مفتوحة ففي وجود شريحتين واستهلاك انترنت حوالي 4 جيجا وجيمز واستهلاك الشاشة حوالي 5 ساعات ومكالمات تزيد عن نصف ساعة اعتقد ان البطارية قوية بما فيه الكفاية اتمنى يكون الفيديو عجبكم اتمنى كونوا لقيتو فيه معلومة مفيدة متنساش تعمل اشتراك او سبسكرايب متنساش تعمل لايك وشير وشوفكم فيديو جيد ان شاء الله